السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله يا أبنائي اليوم إن شاء الله مع بعض في درس موارد الأرض بنأخذ إثراعات وراجع مع بعض ونحل تمرين في دروس موارد الأرض وش معنى موارد الأرض؟ أيضا كيف إحنا نستفيد من موارد الأرض وكيف نحافظ عليها طيب في البداية عندنا الصورة التالية بتتحدث عن الأربع الصور اللي عندنا خلونا نسولف عن الصورة الأولى الصورة الأولى هذه وش نشوف فيها؟ تازين رجل هنا يستخدم جلود الحيوانات ونعتبرها موارد ليش قلنا لها موارد؟ تازين لنجيبها من البيئة من الطبيعة نستوردها ونستفيد منها نصنع فيها جلود نصنع فيها ملابس نصنع فيها أشياء احنا نستخدمها طيب تعالوا نشوف الصورة الثانية وش تحكي لنا؟ أحسنتم المكان هذا ملوث ما معنى ملوث؟ يعني فيه نفايات فيه أشياء غير جيدة تلوث البيئة تضر البيئة احنا لو بغينا نروح نجلس في هذا المكان نقدر؟ تازين لا نستطيع لماذا؟ لأن المكان غير نظيف في نقول له تلوث تعالوا نشوف الصورة اللي بعدها عندنا البناتين وش سووا؟ تازين سووا عندهم نموذج شكل طيب ماذا استخدموا وش استخدموا فيه عشان يصنعونه؟ استخدموا كرتون أو فلين قطع فلين وبعض الألوان وصنعوا لهنا هذه القلعة إذن استخدموا أشياء موجودة عندنا في البيئة بدل ما نرميها أخذناها واستفدنا وأعدنا استخدامها سوينا منها أشكال طيب نشوف البنت هنا وش تسوي؟ تازين نظف فرشاة نظف أسنانة بالفرشاة والمعجون طيب وش نحتاج إذا جينا نستخدم الفرشاة والمعجون؟ أحسنتم نحتاج للماء طيب بعضنا يسوي وش يسوي؟ يفك الموية المفروض ش نسوي؟ نغلق الصنبورة أحسنتم ونفتحه ووقت الاستخدام هذا نسميه ترشيد عشان كده نحن نحافظ على الماء طيب تعال نشوف مع بعض موارد الأرض نبدأ في موارد وش معنا موارد؟ تازين موارد يعني شي ناخذه نجيبه نستورده طيب ونستفيد إحنا منه موجود في الأرض معنا موجود عندنا في البيئة في الطبيعة عشان كده نقول موارد يعني ناخدها من الأرض نستوردها نجيبها من الأرض طيب الموارد هذه ممكن تكون موارد ماذا؟ أحسنتم موارد طبيعية من مخلوقات حية يعني موجودة معنا في الطبيعة لكنها من مخلوقات حية مثل ماذا؟ أحسنتم مثل عندنا بعض أنواع الصوف وبعض أنواع الملابس والجلود هذه من وين يجيبونها؟ تنسيني يجيبونها من الحيوانات لذلك نسميها موارد لأننا جبناها من الحيوانات استخدمناها جلود الحيوانات مثلا الشعر أو الفرو وسميناها طبيعي لماذا سميناها طبيعي؟ لأنها موجودة عندنا في الطبيعة أحسنتم وليش قلنا لها حي؟ لأنها من مخلوقات حية فمثلا عندنا زي ما نشوف بالصورة بعض أنواع الملابس طيب نشوف بالصورة الثانية وش موجود؟ ممتازين هذا نبات يسمونه نبات القطن شفتوا القطن هذا إذا نجرح واحد ويجينا ننظف أو بعض الناس يستخدمونه في تنظيف بعض الأشياء القطن هذا يجيبونه من النباتات طيب نسميه مورد لأنه آخذناه استوردناه جبناه من وين جبناه؟ فزين من الطبيعة لذلك نسميه مورد طبيعي النبات مخلوق حي ولا غير حي؟ احسنتم النبات مخلوق حي فنقول عن القطن مورد طبيعي حي مصدره مصدره النباتات هذه موارد طبيعية مصدرها حيوانات أو نباتات لكن في موارد طبيعية أخرى ثانية نقول لها غير حية مورد طبيعي مورد يعني ناخذه طبيعي من الحياة موجود معنا على الأرض لكنها من مخلوقات أو من أشياء غير حية طيب مثل ماذا؟ نفكر شوي تزين مثل عندنا الصخور والتربة أبعنا كانوا يستخدمون الصخور والتربة عشان يسوهم طين ويبنون فيه المنازل طيب ويجملون فيه البيوت إذن التربة الرمل من وين نجيبه؟ تزين من الطبيعة ناخذه من الطبيعة ونستخدمها عشان كده نقول له مورد طبيعي ليش قلنا له غير حي؟ أحسنتم لأنه من الأشياء الغير حية طيب نجي نشوف مع بعض عندنا الصورة التالية قلنا هذا الرجل يستخدم ماذا؟ أحسنتم يستخدم جلود الحيوانات عشان يصنع فيه بعضيش بعض الملابس والمنسوجات فنقول للملابس أو الأشياء اللي صنعها جابها من وين؟ من موارد طبيعية المورد الطبيعي هذا إذا كان من مخلوقات حية زي النبات والحيوان نقول له مورد طبيعي ماذا؟ نقول له موارد طبيعي حي لأنه جابها من مخلوقات حية طيب لو كان جابها من تربة ومن صخور نقول له موارد طبيعية غير حية طيب إذا ما معنى الموارد طبيعية؟ الأشياء موارد طبيعي معناته الأشياء التي نحصل عليها من الأرض ونستخدمها أي شيء نحصل عليه ونستخدمه نسميه موارد طبيعي نشوف الصورة اللي عندنا الصورة شو توضح؟ أحسنتم جلود حيوانات حلما نروح المصلخ ونشوف بعد ما يذبحون الحيوانات عشان نستفيد إحنا من لحومها الجلود هذه يجمعونها طيب شو سوون فيها بعدين؟ تزين ينظفونها ويطهرونها ويعيدون استخدامها يصنعون فيها بعض المنسجات بعض الملابس بعض أدوات الزينة يحطونها في أماكن في البيت فهذه نقول له موارد إيش؟ تزين نقول له موارد طبيعي أصلا مخلوق حي ولا غير حي؟ تزين الحيوانات مخلوقات حية طيب عندنا أيضا مثل ما قلنا في نبات القطن الصورة التالية وش فيها؟ يا سلام عليكم واحد يصنع فخار طيب فخار اللي نحط فيه موية عشان يحافظ على برودته طيب من إيش يصنعه؟ يصنع من ماء ورمل إذا سوى حط الماء ورمل مع بعض شو نسميه؟ تزين نسميه طين طيب الماء الآن والرمل من وين جبناهم؟ أحسنتم جبناهم من الطبيعة إذن الرمل التربة والماء نسميها ماذا؟ نسميها موارد لأن أخذناها طبيعية لأن أخذناها من الطبيعة طيب الصورة الثانية عندنا شو توضح؟ ممتازين المكان ملوث المكان هذا غير نظيف فنقول له تلوث إحنا إذا رمينا أشياء في الحديقة إحنا لوثنا الحديقة لأننا رمينا أشياء ضارة إذا شربنا عصير ورميناها بالشارع سلوك خاطئ ليش؟ لأنه ممتازين رمينا أشياء ضارة تضر الناس فنقول له تلوث إذن التلوث وجود أشياء ضارة في اليابسة يعني في التربة أو في الهواء كيف يضرنا الهواء؟ كيف نضر إحنا الهواء؟ ممتازين الحرائق اللي تطلع والدخان والسيارات هذا يضر الهواء فنقول له تلوث أو الماء تعالوا نشوفوا الصورة هذا الصورة الآن هنا التلوث وين حدث؟ في اليابسة؟ ولا في الهواء؟ ولا في الماء؟ تعالوا أن التلوث هنا حدث في الهواء الدخان هذا يضر الهواء بالتالي الناس اللي ساكنين حول هذا المصنع ما يقدروا يتنفسون بشكل جيد مثل الناس اللي عايشين في أماكن ريفية يعني في أماكن فيها مزارع وفيها أشجار طيب نشوف مع بعض عندنا التلوث هنا حدث وين؟ توزين حدث عندنا في المياه طيب نشوف الصورة اللي بعدها الصورة ماذا تعني هنا؟ أحسنتم أن نحافظ على البيئة كيف نحافظ على البيئة؟ نرمي النفايات في سلة خاصة بها عشان إيش؟ أحسنتم عشان نحافظ على اليابسة التربة ونحافظ على الهواء يكون نظيف ونحافظ على الماء أيضاً مياه البحار أو مياه الأنهار اللي عندنا وحولنا وساكنين إحنا حولها أو على مياه السيول فما نلوث هذه المياه؟ طيب نجي نشوف الصورة اللي بعدها الفتاتان هنا ماذا يعملان؟ أحسنتم عملوا عمل فني طيب العمل الفني هذا وش استخدموا فيه؟ أحسنتم استخدموا فيه كرتون أو راق كرتون أو فلين الكرتون هذا وين كانوا بيحطونه؟ تعلمين كانوا بييرمونه؟ الله يكرمكم في النفايات طيب وبالتالي تزيدنا عدد النفايات لذلك فكروا وصنعوا هذا الشكل إذن الكرتون الآن هل أعادوا استخدامه ولا لا؟ تعلمين أعادوا الاستخدام سووا منه أشكال فنقولوا شمعنا أي عادة استخدام؟ يعني استخدام الشيء مرة أخرى نستخدم الشيء أكثر من مرة تعالوا نشوف أمثلة مع بعض الصورة التالية وش توضح؟ ممتازين عندنا قوارير موية طيب القوارير هذه الموية كيف نتخلص منها بالعادة؟ ممتازين الله يكرمكم نأخذها ونرميها بالزبالة بالنفايات طيب لو جلسنا بالشكل هذا نرمي كثير كذا إحنا ما نحافظ على البيئة طيب كيف نحافظ؟ نعيد استخدامها وممتازين زي عندنا بالصورة هنا أخذوا العلب البلاستيك هذه ووضعوا فيها تربة وزرعوا فيها نباتات بالتالي النباتات جيدة تحافظ على رطافة الجو وتحافظ على الهواء يكون نقي وأيضا أشكالها حلوة نقدر نجمل فيها الأماكن من حولنا طيب نشوف معنا صورة ثانية كيف أعادوا الاستخدام هنا؟ تنسين عندنا العلب الفارغة بدل ما نرميها ونتخلص منها الله يكرمكم في النفايات وتزداد كمية النفايات اللي تخرج من البيت أخذوها وأعادوا استخدامها وسووا لنا مثل الحافظة الأقلام أو مثل حافظة التجميع النقود حصالة وبعض البنات يأخذونها يجمعون فيها الإكسسوارات الخاصة فيهم طيب تعالوا نشوف مع بعض الصورة التالية الصورة التالية هنا البنت شت سوي؟ تزين جيدة تنظف أسنانها في الفرشاوة المعجون إذا جئنا نستخدم الفرشاوة المعجون نستخدم معه الماء أحسنتم لكن بعضنا وهذا خطأ يفك الموية ويخليه بشكل مستمر كده حافظنا على الماء تزين ما حافظنا على الماء الماء من موارد ماذا؟ من موارد الأرض فما حافظنا عليه طيب كيف نحافظ عليه؟ أيوه نسكر الماء ونستخدمه وقت الحاجة إذا استخدمنا وقت الحاجة نقول له ترشيت الكهرباء إذا طلعنا من غرفة كيف نسوي فيها؟ أمتازين نطفي النور ليش نطفي النور؟ نحافظ على الكهرباء هذا أقول له ترشيت طيب إيش معنى ترشيت؟ يعني أستخدم الشيء بمقدار قليل في الكهرباء ما نستخدمها إلا بالكمية أو بالوقت اللي إحنا نحتاجه وبعد نطفيه كمان الماء ما نستخدمه إلا بقدر الحاجة طيب تعالوا نشوف عندنا تمارين نأخذ إحنا وإياكم تمارين نسأل هذه صورة وش فيها الصورة؟ حسنتم فيها حيوانات فيها تربة السؤال يقول أكمل الجمل التالية بنكتب جملة وبنقراها ونضع مكان الفراغ كلمة نشوف الجملة الأولى يقول توجد التربة حيث ينمو هذه التربة ش اللي ينمو فيها؟ تزين حيث ينمو النبات الأشجار ينمو في التربة نأخذ الجملة الثانية يقول يحتاج يحتاج كلا من النباتات والطائر إلى النباتات هذه والطائر يحتاجون إلى ماذا؟ تزين يحتاجون إلى التربة طيب تعالوا نشوف نسأل سؤال التربة والنباتات نعتبرها إيش؟ من درسنا نعتبرها من موارد الأرض طيب منه الموارد الحي؟ النبات ولا التربة؟ تزين النباتات موارد طبيعية حية طيب والتربة موارد طبيعي غير حي ليه قلنا له غير حي؟ أحسنتم لأن الماء يتنفس ولا ينمو ولا يكبر ولا يتكاثر طيب تعالوا نشوف نأخذ السؤال الثاني يقول املى كل فراغ بالكلمة المناسبة نأخذ واحد يستخدم الماء استخدامات الماء يستخدم الماء في ماذا؟ الناس هنا فيش يستخدمون الماء؟ تزين نستخدم الماء في نقل الأشياء ينقلون فيه البضائع من مكان لمكان طيب نشوف الجملة الثانية يستخدم الماء في فراغ في ماذا نستخدم الماء؟ نشوف الصورة عندنا أحسنتم الأول ولد قاعد يسقي الزرع يسقي النباتات إذن نقول يستخدم الماء في ري المزروعات ري المزروعات يعني ري النباتات لو قال واحد سقي النباتات كلامك صحيح يلا نروح للجملة الثالثة يستخدم الماء في نشوف الصورة اللي بعدها في ماذا؟ الورج قاعد يسوي يسبح متزيد إذن نقول فيه السباحة نوع من نوع الرياضة هذه استخدامات بعض الموارد بعض موارد الأرض نستخدمها بهذا الشكل نشوف أربعة يستخدم الماء في ماذا؟ نشوف الصورة عندنا متزيد نستخدم الماء في الطبخ هذه بعض استخدمات الماء ونعتبر الماء من موارد الأرض ليش قلنا لها موارد الأرض؟ لأن نجيبها من الأرض ناخذها ونستخدمها في حياتنا تعالوا نشوف الصورة التالية عندنا السؤال ونحط كلمات ونختار الكلمة المناسبة السؤال شي يقول استخدم أحد الأشخاص أشياء مختلفة لعمل هذه الأشكال مرت علينا قبل كده ممكن يسوي فيها لعبة من قرورة موية ممكن يسمي هذا الصيص يستخدمون لزراعة النبات وهنا عندي مقلمة طيب تعالوا نشوف الفراغات مقلمة و الصيص أو استخدمنا هذه الأشياء لصنع أو لعمل نباتات وحيوان أو لعمل قلم ومصطرة وشي الإجابة الصحيحة؟ استخدم لصنع ماذا في الأشكال هذه؟ تازين استخدمناها لصنع مقلمة هذه المقلمة و الصيص هذا هو الاصصيص للزراعة المكان الذي نزرع فيه النباتات نأخذ السؤال الثاني يقول صنعت المقلمة والاصصيص هذه المقلمة والاصصيص من من ماذا؟ من نباتات وحيوانات ولا من علب فارغة ولا من أقلام ومصاطر ومقص أحسنتم استخدمناها من علب أو صنعناها من علب فارغة هذا معناته إعادة الاستخدام أخذنا هذه المواد الفارغة وأعدنا استخدامها نأخذ السؤال الذي يليه يقول المقلمة والاصصيص هذه المقلمة وهذا الاصصيص رميان مع النفايات أو أعيدا استخدامهما أو تلوث إحنا أعدنا استخدامها إحنا كنا بنرميها بس أخذناها وسوينا منها مقلمة وسوينا منها الصيص عشان نزرع فيها النباتات النباتات نشوف السؤال اللي بعده مع البنات هنا وش يقول صنع أحد الأشخاص هذا النموذج هذا النموذج علبة دمى أو مكان أكل الطيور أو يمثل قلعة ممتازين يمثل قلعة طيب ليه كيف استخدموه استخدموا مواد كانوا بيرمونها وأعادوا استخدامها نقول إعادة الاستخدام عشان يحافظون على ماذا عشان يحافظون على البيئة طيب نشوف معنا السؤال المجسم هذا مصنوع من ماذا من أشياء معادة استخدامها ولا من أشياء من نباتات ولا من أقلام أحسنتم من أشياء يعاد استخدامها طيب ليش يعاد استخدامها أحسنتم عشان نحافظ على البيئة ونحافظ على موارد البيئة إذن اليوم راجعنا مع بعض موارد الأرض وكيف نحافظ عليها وكيف نستفيد منها واخذنا بعض التمارين إلى هنا توقفنا وإياكم إن شاء الله نلتقي في درس قادم بإذن الله استودعكم الله الذي لا تضيع وداعه في أمان الله اشتركوا في القناة